والله من بعد ما حضرتها بهذه الطريقة ما بتوقع نرجع عيدة بالطريقة العادية هيدا اسرع شوارمة لحمة ممكن نجربوها باللحمة المفرومة طعمتها ما بتفرق ابدا عن اللي منحضرها باللحمة الشقف طبعا استر كله بالبهارات قطيب ساندوش شوارمة لحمة بعشر دقايق طعم نحضرها سوا طبعا اول شي بدنا اللحمة المفرومة انا عم بعمل 2 كيلو بس رح اعطيكم المكونات لكل كيلو من اللحمة المفرومة كل كيلو بدو مع لقتان كبار من اللبن والهوة الزبادي مع الأصغيرة من الملح مع الأصغيرة من الفلفل الأسود مع الأصغيرة كزبرة ناشفة أو كزبرة مطحونة نص مع الأصغيرة زنجبيل نص مع الأصغيرة هال نص مع الأصغيرة قرفة ونص مع الأصغيرة من البابريكا وزا عندكن قرنفل وجوست الطيب رشة صغيرة من كل مكونا ورح نبرش كمان حبة من الحامض أو الليمون منتبل اللحمة وضغري على النار بتنجرة فيها مع الأكبيرة من السمنة أو زيت ونحط اللحمة النار قوية ومنظلنا عم نقلبها لحتى تبلش تستوي ومنخل النار قوية لحتى تستوي وتنشف ميتة وبتكون اللحمة صارت جاهزة عنا بشيل اللحمة من الطنجرة وبحطها بقلب صينية وهيدي خطوة انا بحب اعملها بنفس الزيت اللي بيكون باقي عنا بحب قل بصل مقطعه جوانح هيك بيطرب مش نحطه بقلب الساندوش بيطلع عطيب وحتى البندورة بقليها شوية لحتى تطرب وهذه شغلة اختيارية بس تدقوني بتاع تناكها بتجنن وهلق على الخبز العربي حمص بطحينة بعدين اللحمة شوية بصل بندورة كبيس خيار وكبيس لفت رشت بقدونس على الوجه وصوص لطحينة اكيد ورح اتاكله قطيب صاندوشة لازم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها وصحتين وارفع فيها على قلبكن جميعا